بسم الله الرحمن الرحيم هنشوف مثال على خسابات الـ Energy Balance بالمعارضة المسيطة بتاعت الـ Open System على One Component Process المايا والمايا دي زي اقول ماذا بتاعتك تقدر تجيب الـ Properties بتاعتك الحصولة من الـ Steam Table فالمسالة اللي انا نتكلم عليها عندي 2 ستريمز ووتر واحد يوم 120 كيلو جرام بر منت داخل عن درجة حرارة 330 سنتيجرام واحد تاني اكبر سنة 150 كيلو جرام بر منت واسخن السنة حرارة 65 درجة الـ 2 دول يدخلطوا مع بعض ويخشوا على الـ Boiler هذا الـ Pressure بتاعته 17 بار فبيحصل التسخين في الـ Boiler ويتحول الـ Liquid Water إلى بخار الـ Steam عند نفس الـ Pressure بتاعته 17 بار فأخذ بارك بار أن أنا أسلمت رسمة عشان أعرف أحسن والرسمة مهمة أنك تحطها بشكل يوضح لك شغلك عشان ما تطلق بطش وخط فيها المعلومات التي تقدر عليها فأنا عندي H2O Liquid وهنا H2O Vapor لأن الخارج Vapor وداخل Liquid حلطة المعلومات التي عندي درجة الحرارة والـ Flow Rates داخل على الـ Boiler ويتحول إلى الـ Steam وبعد ذلك أبدأ أحسن فأنا عندي الخطة بتاعتي فأنا أول شيء أشوف الكميات أنا عندي هنا دائما كده أعمل Mass Balance لو تقدر في الأول فأنا عندي مئة وعشرين داخلين ومئة وخمسة وسبعين داخلين داخلين الـ 2 أعباط أتجد أن أعرف الخارج دائما فسهل أن أحسابه لأن أجمع دائرة الـ 275 كيلوغرامس طيب بعد ما عملت Mass Balance الخطة الثانية أنا أشوف الأنسلبيز اللي أنا أقدر أجبها من الداتا بتاعتي فأنا عندي هنا دا Saturated Vapor عند Pressure 17 بار فبسهولة كده من الـ Steam Table هنروح على Pressure Table أشوف 17 بار أولا من الـ Temperature عنده قد إيه Saturated Temperature فهبص هي ثلاثة بـ 2 و 4 درجة ما أولي وبعدين أشوف الأنسلبي بتاعه قد إيه في الأنسلبي specific الأنسلبي 279 في كيلو جول بر كيلوغرامس دا من الـ Steam Table بر كيلوغرامس هو إيه بردو إن الـ Steam الخارج خارج على Pipe الـ ID بتاعتها الـ Inside diameter بتاعتها 6 سنتمتر بردو فيه Pipe 6 سنتمتر الـ Steam خارج منها بيقول لي كالكوليات الـ Heat Input انت بتاعت تحطه هنا تقريب الأول الـ Q طيب أنا جبت الـ Specific Answer بتاع الخارج ممكن بردو أجب الـ Specific Answer بتاعنا داخل أرغم على الـ Saturated Table بس أجب على الـ Saturated Liquid عند الـ Temperature D و الـ Temperature D طيب خبالك إن دا ممكن ما يبقاش Saturated Liquid ممكن يبقى الـ Liquid عن الـ Pressure تاني أعلى شوية من الـ Saturated Liquid بس مش مشكلة لأن بالنسبة للـ Liquid ووتر الـ Pressure ما يبقاش كتير حتى بصه في الـ Steam Table ما يبقاش كتير على الـ Answer فأنا لو جبتها مش هتفرق خالص يعني فممكن أروح على الـ Steam Table برضو Saturated Table وأجب عندي 30 إن الـ H specific answer كان 125.7 برضو نفس الـ Units وهنا كان طبعا عادي شوية 200 من 1.9 عشان تبب شتعة فأنا كده جبت الـ specific answer طيب خلينا نشوف المعادلة بلا نهوض فيها عشان نجب الـ Q في المعادلة احنا قلنا طبعا Q-W استضرنا وشرفنا لي بكده بس خليها F-Lorates بتساوي الفرق بين answer في خارج وداخل والفرق بين Kyanetic Energy خارج وداخل والفرق بين Potential Energy خارج وداخل فأنا مفيش Potential Energy فأنا على نفس المستوى Kyanetic Energy هو تديني الـ Outlet عشان كده عشان خاطر أحصل السرعة ستخرج وإندي أعمل الـ Kinetic Energy بتاع الـ Input عشان المية داخلة مش بسرقة ومفيش ومفيش ورق فأنا عشان أحصل الـ Q المطلوبة سأرى Delta H وإنكي بسيطة المصدين السرعة في مضروم في فلوريت أو السرعة كما بسيطة ومضروم فأنا سأجلب Delta H واشترا Delta H 7.6-1-10.5 كيلو جول برمينة طيب، الدلتا كانت الانرجي في الدخول بزيرو في الخارج، هاف، أم، وبعدين يوز خورد فالأم اللي هي فلوريت، كيلو جول برمينة السرعة، هشوف البوليومترية فلوريت واسمها على كروس سكشن الارياء بتاع البيب اللي هي دعمتر بتاعها 6 سنتيمتر طيبamız. الفيم الشرعة، فممكن أعمل الكلام جبء الارية, طياب provisions وبعدين أسمي الطالبة okay فانا ما نندي حول سكشغر رية فانا عندي بس سكشغر رم combination بس اSarah pronارس م طالب بس قدر أجبًا اجد المستيمتر الم всех وحول من السكشغر الى ولسن οποل سمجد المستيمتر المال في سكشغر مشكل يتم بلغان الم Är فده 295 كيلو جرام يبقى اقدر اجيب الفوليوم الفوليوم في نوريته و اقدر اجيب الكاناتيك انرجي الفرق طرعت اصغر كتير من دي طرعت 6 في 10 في 3 كيلو جوك بر منت فالفرق الانسل بالكبير جاي من التسخين جاي من ان ده تحول الى بخار في الليتنت هيك التسخين رايح عشان يبخر بينما الكاناتيك انرجي اعلى منها 100 مره بس ما تجمح مع البعض لتجيب كيو تبعت 7.67 في 10.5 كيلو جول وهو ده المطلوب من المساء فتبالك هنا اول ماس بالانس جبت بجيبني الانسل فيس من الستيم تابل لاننا نتكلم على مية وبعدين حسبنا من المعادلة اللي احنا عارفينها عشان احسب الـ Open System وشوف ايلي عندي ويلي مش عندي عشان اعطي اجيب الحرارة اللي انا نحتاجها اما حاجة هتخذ بالك من الـ Units هتتلخبطش وانت بتحول وستخدم الطريقة اللي احنا قلناها شكرا